تقديم الدعم الإيجابي قدم تشجيعاً إيجابياً للطفل عندما يتغلب على خجله أو يشارك في الأنشطة الاجتماعية تقديم المكافآت الإيجابية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تحسين الثقة بالنفس تقديم الدعم الإيجابي هو عنصر أساسي في تعزيز النمو الشخصي وبناء الثقة بالنفس إليك بعض الطرق لتقديم الدعم الإيجابي توفير بيئة داعمة خلق بيئة داعمة وآمنة حيث يشعر الشخص بأنه مقبول ومحب ويشجع على التعبير عن نفسه بحرية باستخدام هذه الطرق يمكن تعزيز الدعم الإيجابي والمساهمة في نمو الشخص وتعزيز شعوره بالقيمة الذاتية التججيع على تعزيز الذات دعم تعزيز الذات وتنمية الهوية الشخصية أظهر للشخص أهمية قبوله لذاته وتطوير مهاراته الفردية التفاعل بفعالية كن حاضراً وتفاعل بفعالية مع الشخص وأظهر اهتمامك الحقيقي بما يقدمه ويعبر عنه التججيع على الابتكار والإبداع دعم الابتكار والإبداع وتججيع الشخص على التفكير خارج الصندوق وتطوير فهمه الخاص للأمور التركيز على القواطع الإيجابية تهديد وتسليط الضوء على القواطع الإيجابية لدى الفرد مما يعزز الشعور بالفخر والثقة تعزيز الفهم والتسامح أظهر الفهم والتسامح عند مواجهة الصعوبات تأكيد أن الأخطاء جزء طبيعي من عملية التعلم التججيع على المحاولات شجع على المحاولات والتطور حتى إذا لم تكن النتائج مثالية فهمه أن المحاولة نفسها تعتبر إنجاز استخدام لغة الدعم استخدم لغة داعمة وإيجابية عند التحدث تجنب النقد السلبي واستخدم كلمات تحفيزية تقديم المساعدة والإرشاد عرض المساعدة والإرشاد بشكل فحل مع إظهار الاهتمام بتحسين المهارات وتحقيق الأهداف تعزيز الثناء والإيجابية اعتمد على الثناء والإيجابية عند ملاحظة إنجازات الشخص قدم تقديرا صادقا وججعه على المحاولات الجادة شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية نرجو منكم الاشتراك بقناة المدرسة العربية الوطنية وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو ليصلكم كل جديد